في المجتمع هناك ظواهر سلبية كثيرة مثل العنف انتشار المخدرات انتشار الجريمة هذه ظواهر يقوم بها أناس هم بالأصل خرجوا من أسرة كيف للأسرة أن تقوم بدور الدولة داخل المنزل ليس فقط على الدولة أن تكافح الجريمة أن تكافح المخدرات أن تكافح العنف الخارج هذا العنف أو هذه المخدرات أو هذه الجريمة أو هذا الاختراق للقانون مهما كان يكون عندما صدر من أناس كانوا أطفال كيف تستطيع الأسرة أن تلعب هذا الدور في البيت قبل أن يكون هذا التأثير السلبي في الشارع يبقى الأسرة عليها دور كبير جدا أولا دور المراقبة مراقبة يعني كيف ليس تجسسا ولكن هذه المراقبة لحماية الأطفال أولا من المواقع أو المشاهد أو الإعلام الذي يضر بهم هناك دراسات تقوم دائما على بعض البرامج الإعلامية التي تولد في الشباب عنف تولد للشباب أنه يعني كيف يستطيع أن يصارع أحد أو يخنق أحد أو يقتل أحد ويمكن كانت هناك بعض التطبيقات الضرة التي طالب المجتمع الدولي ليست دولة فقط بل طالب المجتمع بأنه يوقف هذه اللعبة أو يوقف هذا التطبيق الخطوري هذه التطبيقات قد تدفع الأولاد إلى الانتحار هذه المراقبة بداية من الأب أو الأم لكي يرى ويشاهد ويشخص حالة الأطفال الأمر الثاني ابنك أو طفلك مثلا هو مدمن على شيء معين مدمن على مشاهدة ألعاب على الهاتف مدمن وإن قلنا أنه شاب يعني وصل مبلغا مدمن على إدمان السجائر أو التدخين وهذه من التربية يعني حتى التربية لا سنة لها قد تكون الأم التي عندها سبعين سنة يعني تربي ولدها الذي هو عنده خمسين عام يعني تبقى التربية متواصلة إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها الطول الأمر يستبتعهم هي تعليم فيكون هناك هذه المراقبة ثم تشخيص الحالة ثم كيفية العلاج كيف أحالج هذا الإدمان الذي صار عليه الطفل إذا قلت له توقف حالا لا يمكن لا يمكن أن تكون له توقف حالا يعني أن يتوقف حالا لابد أن تحتاج إلى معجزة لكن أن تتدرج معه في عملية التوقف إذا كان يشاهد هذه الألعاب أو هذه التطبيقات مثلا عشر ساعات في اليوم لابد أن نقللها تدرجيا إذا كان يخرج للعب وهذا اللعب الذي يخرج إليه يلقى هناك صحبة سيئة هذه الصحبة السيئة من الأطفال الذين يعني يقومون بالأعمال الدرة لأنفسهم وللمجتمع حدثني بالله عليك حينما تجد هذه الكتابات الموجودة على الحوائط في النمسا مثلا أو على وسائل المواصلات تجد كلمات مكتوبة بلغة سواء كانت عربية أو لغة غير عربية كلمات غير مفهومة المعنى لا تعطي إلا انطباع سيء عن من كتبها وعن الأسرة وعن المجتمع الذي وجد فيه للأسف يعني هذه تولد عند المجتمع نظرة سلبية من هؤلاء الناس الذين جاءوا ليشوهوش مدينتنا هو يسيء يسيء إلى جماعة كبيرة يسيء إلى كل يعني إذا كانت هناك امرأة تجدها تتسول في الشارع تمام وللأسف يعني وضعت على رأسها ستارا أو حجابا وهي أصلا غير مسلمة لكن أساءت إلى كل المحجبات أساءت إلى كل المسلمات التي يرتدين الحجاب بكونها هذه تعبر عن بيئة ومن ثم كانت هناك هذه الأشياء الضرة أو الأفعال السيئة التي نبعت من بيئة غير سوية وابن يجبان أقول لهم تعالوا يا أخواننا بالراحة ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم هذا كما قال ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أحسن إليك هل تسيء إليه من وفر لك مواصلة تركبه هل تركب هذه الوسيلة وسيلة المواصلات لتقوم بتمزيق الفرش أو تكتب كتابات أو عبارات يعني سيئة أو تكتب هذا حفاظ على المال العام والمال العام هذا له قدسية وحتى في الإسلام عندنا له قدسية وله حرمة فضلا على أن القانون يجرم مثل هذه الأفعال فكل إناء ينضح بما فيه لكن يبقى عندنا خلق المراقبة وخلق التوعية وخلق الإرشاد وخلق التوجيه في داخل البيت حتى تستطيع أن تربي نشأا طيبا تكون سلوكه وأخلاقياته في المجتمع نافعة طيبة للمجتمع كله إذن النتيجة التي حصلت مع هؤلاء الأشخاص هي فشل أسري في المقام الأول هذا في المقام الأول وقد يكون غياب الأسرة وغياب التوعية وغياب المراقبة لا يدري الأب والأم كما ذكرنا ما يدري ماذا يفعل ابنه بالخارج من هنا جاءت الرعاية لابد من الرعاية ولابد من المتابعة وكلكم مسؤولون عن رعيته إذن فأنت مسؤول عن أطفالك حتى في الشارع ليس فقط في المنزل لديك طفل جميل المنظر جيد البنية مثلا تهتم بصحتي من أمن العقوبة أشاء الأدب يعني هذه قاعدة الاهتمام بالأخلاق أولى في الشارع ويبقى هذا الولد هذا الطفل هذا الشاب ملك لأبيه بما يفعله ويمكن عندنا الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ويمكن هذا الحديث فيما ذكره الإمام الطبراني من حديث جابر بن عبد له قصة هذا شاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ ماله فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبيه يستدعيه يشوف حقة الرجل لماذا تريد أن تأخذ تأخذ مال ولدك يعني فالرجل هو في الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع نفسه يعني ولدي يشكوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة على نفس الرجل سيدنا جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إذا جاءك الرجل فقل له ما هي الكلمات التي حدستك بها نفسك لم تسمعها أذنك يعني أنت تكلمت كلاما في نفسك لم تسمع أذنك فحدثني عن هذه الكلمات فلما جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والولد جالس قال إن ابنك يقول لك كذا قال يا رسول الله وهل يعني أنفق إلا عليه وعلى أعمامه وخالاته يعني الرجل من الأسرة الممتدة دائما ذكرنا كبير الأسرة كبير العائلة يتولى رعايتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك من هذا ولكن كلي ما هي الكلمات التي قلتها في نفسك لم تسمع أذنيك قال يا رسول الله قلت في نفسي وهو يعني يخاطب ولده قال غزوتك مولودا وعلتك يافعة تعل بما أدني إليك وتنهل وإذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت إلا لسقمك ساهرا أتململه كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمله حتى إذا بلغت السن والغاية التي كنت إليها فيك أؤمله جعلت رجاء منك غلظة وفظازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كملشار المجاور يفعله هذه يعني يمكن كلمات صعبة شوية لكن بسهولة جدا قال غزوتك صغيرا وعلتك يافعة يعني أنا الذي كنت أتولى شؤون حياتك وشؤون أمرك وأنت صغير الآن صارت لك يد تبطش ولسان يطلب ونسيت يعني نسيت الفضل كله وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل وإذا ليلة نابتك بالسقم أي بالمرضي لم أبت إلا لسقمك ساهرا أتململ يعني كأني أنا المطروك كأني أنا المريض في عين الجزاء كأني أنا كأني ولذلك الإنسان مننا حين يجد ابنا من أبنائه وهو في حالة مرضية يتعب هو كأني أنا المطروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمله حتى إذا بلغت السن والغاية التي كنت إليها فيك أمل وصلت سن الشباب وسن الفتوة الذي كنت أنتظر منك أن تساعدني وأن تقف إلى جانبي وحينما يكون لك دخل خاص بك لا تذهب لتشتري به سشائر ولا تذهب يعني تلعب به قمارا ولا تذهب لتدمن به شيئا مضرا بك لابد أن تكون نافعا في مجتمعك نافعا في أسرتك حتى إذا بلغت السن والغاية التي كنت إليها فيك أمل جعلت رجائي منك غلظة وفضاذة كأنك أنت المنعم المتفضل تشبيه بليغ في هذا أن تلد الأمة ربتها فليتك إلا مطرع حق أبوتي يعني مش هنتعامل بقى كأب وإب فليتك إلا مطرع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل يهم الزمن حكم علينا أن نحن نكون في بيت واحد فنتعامل يعني زي زي الجيران صباح الخير يا جاري أنت حالك وأنا حالي للأسف يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قالكم أنت وما لك لأبي ومن هنا كان هذا الحديث فلا زال الوالد هو مسؤول عن تصرفات ولده ما دامت الوصاية الشرعية والوصاية القانونية له عليه كذلك الوالدين مسؤولان هذه المسؤولية الكاملة ترجمة نانسي قنقر